كما كان متوقعا طغت الصراعات السياسية على جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات ما ادى الى انسحاب عدد من الكتل وبالتالي اختلال النصاب القانوني للجلسة ومن ثم رفعها دون احراز تقدم ملموس وصوت مجلس النواب الحالي على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة بقانون الانتخابات المقترح لكنه اخفق في التصويت على الامر الاهم المتعلق بنظام الدوائر الانتخابية اذ لم تتفق القوى السياسية على التصويت لصالح الدوائر المتعددة او العودة الى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتم تأجيل البت في الامر الى العاشر من الشهر المقبل وكان البرلمان قد صوت على قانون الانتخابات في كانون الاول الماضي تحت ضغط الشارع المنتفض حيث اجبرت ثورة تشرين حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة كما دفعت البرلمان الى سنقان انتخابات جديد من المفترض انه يضمن الترشح الفردية والدوائر المتعددة لكن ظلت هناك فقرات عالقة بسبب الصراعات بين الاحزاب وخصوصا فيما يتعلق بشكل الدوائر الانتخابية وتتمحور خلافات الاحزاب والكتل السياسية بشكل اساسي حول فقرة الدوائر الانتخابية ما بين من يريد دوائر متعددة او دائرة واحدة لكل محافظة حيث تخشى الاحزاب والكتل التقليدية من انهاء سطوتها وفقدان مكاسبها ونفوذها في الانتخابات المبكرة التي من المزمع اجراؤها في السادس من حزيران المقبل في ظل قانون جديد للانتخابات ما زال يشكل المعضلة الابرز امام اجراء تلك الانتخابات ومع اقتراب ثورة تشرين من اكمال عامها الاول تريد الطبقة السياسية للفاسدة الالتفاف على ما تحقق بالاهداف الثورة بالعمل على صياغة قانون يحقق لها الاستمرار بالسيطرة على مقدرات البلاد بينما يؤكد الشارع الثائر ان الحل الحقيقي لازمات العراق يكمن في التخلص من كل وجوه نظام المحاصصة الطائفية ومشاريعه التخريبية المرتهنة للخارج